إذا جاء النص في سياق الامتنان فلا مفهوم له فقوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريجا اللحم المقدد الذي يأخذ من البحر يجوز أكله يفهم من كلمة طري أن المقدد ليس داخلا في الفكر وأنه لا يجوز أكله لكن هذا المفهوم غير معتبر لأن ذكر اللحم الطري من باب الامتنان لأنه هو الأفضل